السلام عليكم ومرحبا بكم معي في قناتي من جديد نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة بإذن الله تعالى اليوم ان شاء الله سنحضروا مع بعض نوغا غلاسي كتجي اكتر من رائعة لديدة بزاف ومو نعيشها خصوصا لهذا الجو الحار اللي كنعيشه هاد اليام هتشوفوا معي جميع التفاصيل وكذلك هنعطيكم مقادير مضبوطة باش تنجح معكم الوصفة فاذا اعجبكم الفيديو احبائي ما تنسوش تبرتجيوه مع الاحباب والاصدقاء كذلك اذا كنت اول مرة تشوف القناة ديالي ما تنسوش الضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس باش دائما توصل بكل ما هو جديد ما تبخلوش عليا بلايك ديالكم والتعليق ديالكم باش نعطيكم المزيد ولمزيد من الوصفات الناجحة مئة في المئة ندوزوا ان شاء الله نشوفوا المقادير وطريقة التحضير بسم الله على بركة الله نبدو بالنسبة للمقادير غاني نحتاجوا واحد مئة جرام ديال اللوز محمر ومقطع الى قطع صغيرة حاولوا تقطعهم غبس سكين باش كيبقوا القطع باينين في النقا ديالنا هنحتاجوا كذلك واحد اربعين جرام ديال الفستق او البيستاج تهما كنقطعهم الى قطع صغيرة وحاولوا دائما ما تحمروش باش كيبقى شد اللون ديالو اخضر هنحتاجوا واحد عشرين جرام ديال الزبيب بالاعدم كذلك هنحتاجوا واحد عشرين جرام ديال القشور البرتقال معسلين وهاد قشور البرتقال ضروري يكونوا حاضرين في الوصفة لانك يعطيوها واحد المضاق اكتر من رائع هنحتاجوا كذلك واحد عشرين جرام ديال الكيوي المجفف وعشرين جرام ديال الفخيز او الفخون بواز المجفف بالنسبة لهذا المقادير عدنا الاختيار ديال اي فواكه الجافة الا قشور البرتقال المعسلين واللوز ضروريين يكونوا حاضرين في هاد الوصفة هنحتاجوا واحد خمس وسبعين جرام ديال لاسل تسعين جرام ديال بياض البيض اي ما يعادل ثلاثة ديال البيضات ونحتاجوا واحد مية جرام ديال السكر خمسين جرام دمين الماء نحتاجوا واحد ملعقة صغيرة من مبشور الحامض وملعقة صغيرة من مبشور البرتقال نحتاجوا قطارات من روح الزهر وكذلك القشدة الطريا غدي نحتاجوا ربعمية وخمسين جرام بطبيعة الحال تكون باردة على بركة الله نبدو أحبائي أول حاجة غادي نديروها ناخد واحد الإناء باش نحضروا واحد سيرو اللي غادي يطيب مع العسل كنوضعو في هاداك الإناء السكر زائد الماء ثم كذلك كنوضعو العسل هاد العسل أنا اللي استعملت حر فإذا كان عندكم هو كيعطي واحد لمدق رائع للنوقة ما كانش متوفر ممكن تستعملوا أي عسل متوفر عندكم غادي نحركوا المكونات مع بعديتها وغادي نوضعوها على النار حتي يضبنا هاداك السكر خسنا نوصلو لدرجة ديال الحرارة مية وخمستاش درجة حتى المية وعشرين عنا نخلي واحد على النار حتي يضبنا السكر كيف ما قلنا وغادي ندوزو باش نوجدو المرنج ديالنا عنا ناخد واحد البول وكن نمسحوه وكنتأكدو بأنه ما فيه ولا نقطة من الماء كنوضعو فيه هاداك ثلاثة ديال بياض البيض وكن بدأو نطربوه واحد شوية بين ما يوجدنا السيرو ديالنا بالنسبة للسيرو كيف ما كتلاحظوه هو بدأ كي يغلى يعني السكر بدأ كيدو بنا ما كي بدا يكون هاداك الفقاعات كخسنا ضروري نحركوه باش نتأكدو بأن السكر هو ديال وغادي نستعمل في هادا الحالة الميزان ديال الحرارة ما كنش عندكم متوفر يعني دائما تأكدو بأن السكر حتي يدب لكم تماما بحالي قلت لكم درجة الحرارة اللي غادي نوصلو لها مية وخمستاش حتى مية وعشرين درجة ديال الحرارة من اللي احسن بقوة تستعملو هاد الميزان فهو متوفر ويعني بالنسبة للتمن دياله يعني راهو رخيص ماشي غالي بزاف انفوا كيو صرنا الحرارة مية وخمستاش حتى المية وعشرين في حالي قلت لكم انتفعو عليه النار وغادي ندوزو البيترام ديالنا غادي نزيدوه في السرعة ديالو وغادي نضيفو هاداك السيرو على شكل خيط يعني ضروري نزيدوه شوية بشوية باش ما ينزلناش هاداك البيت ديالنا كيفما كتلاحظو انا زيت في السرعة باش ان نقدر نكمل هاداك الكمية وما يطيبليش هاداك البيت صراحة هاد المرينج الايطاليك يجي اكتر من رائع ولديدو خصوصا بالعسل وكيفما كتلاحظو بان اللون غادي يتزبدلكم هاداك عادي لان هاداك اللون ديال العسل لكن مع التطراب راه غادي يولي يعني ها ياخد اللون الابيض كيفما كتلاحظو ودائما بقوا تخيصو البول من الجناب خسنا حتى يبردنا قعدنوا واقفو من التطراب ضروري لان ديالعسل كيكون سخون خسنا بقوا نتأكدو من البول بانه راهو بردنا باش نتأكدو بان المرينج راهو ناجح مئة في المئة هانتوا كيفما كتلاحظو يعني كيجي عاقد وواقف هاداك الكريم ديالهالمارينج كيجي سراحت ان رائع جدا ويجي أكتر من رائع وصراحة ان النوغة اسهل ما يكون خسنا غير النوضو نحزمووو شمرو علاه دينا ونصيبو هاداك اكتر من رائع عمدوزو هادا كتذا ف هاداك رائع جداً وهنا ن канал في هادا ن Hulk 50 جرام القشدة التارية اللي كتكون داجا فحالي قوت لكم بردة وغادي انطربوها مزيان عندوزو هاد الاتناء كيفما تلاحظو المرينج دينا ها هو عندنا واجد القشدة التارية دينا احنا يطلعناها المول اللي غادي نستعمل هو هادا اللي عندي متوفر ما كانش عندكم هادا متوفر ممكن تستعملوا المول ديال السيليكون باش ديكم ساهلة انها تدي مولة اللي كم تبغيوا تحيدوها من القالب بالنسبة لهاد المول هادا اللي غادي نستعمل انا خديت واحد البلاستيك غدائي قطعتو وعنحاول انني نغلف به هاد المول ديالي باش ملي غادي نجي نحييضها جيني ساهلة انني نديموليها انا اخد هادا المرينج ديالي وغادي نزيد عليه المكسرات اللي عندي فحلي قوت لكم اللوز والبيستاج فحلي قوت لكم عندكم الاختيار تديرو اي فواكه جافة الا قشور البرتقال المعسلين مع قشور الحامض والبرتقال اللي محقوقين ومع اللوز هادو ضروري ممكن تديرو القرقاع ممكن تديرو اللاكاجو اي حاجة عندكم متوفرة ممكن تديروها الوصفة الا الدروري اللي قوت لكم ما تحيدوش من هاد الوصفة كبما قوت لكم انا عندي الروح ديال الحامض الروح ديال المزهر اعتدر حاولت ندير واحد القطارات باش ما يجينيش مجهيدة اذا عندكم يعني المزهر العادي ممكن تديرو جز معلق كبار انخلطوا المكونات مع بعديتا وما تخافوش بان هاد المرينجرا غادي يتح يعني خلطوا بكامل يعني الحرية ديالكم موسيقى 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 او للقجدة التريارة ستنزل معكم لخلطه بكل ارياحية سوف نجيب هذا القالب ديالي اللي دجا غلفته بورق البلاستيك وكنبقى نقطة اللي فيها بالنسبة لهذا المولة هذا انا ركن عندي ما عنديش كبير يعني صغير سوف ندر فيها الكمية يعني اللي غادي تقني في هذا القالب ونحاول نبقى نساويه باش ديني النوغا مساوية من لوجه ديالي جربوها عا تحمضكم كي تجي اكتر من رائع في حل قتلكم انا كنشكرها بزاف لانا فعلا عجبتني وماشي اول مرة كنديرها ديجا درتها ودرتها كتعجبني صراحة بهذا الطريقة هادي كي يجي فيها المطق ديال المزهر المطق ديال الحامض ديال بورتوقال كيعطيوها واحد النكهة رائعة من بعد مساوية المول ديالي في حل قتلكم يعني يعني ضروري نديروه في الكنجيلاتور انا بقاليا واحد شوية ديال نوغا حاولت نديرها في هاد في هاد ليفاغين من بعد مساوية تليفاغين كيف ما كتلاحظوا يعني في حل قتلكم هادي فكرة كتبقى مزيونة بالنسبة لوليدتنا او للاعياد الميلاد بالنسبة لالشي مناسبة عندنا كي يجيوا في ليفاغين كي يجيوا اكتر من رائعين وتزين كتزينهم كيف ما بغيتوا على حسب المتوفر اللي عندكم هندخلهم التلاجة ليلى كاملة او لا اذا بغيتهم كتوجدهم في الصباح المكسيمو كي يبقى واحد من يات سوية في التلاجة من بعد ما مرت ليلة كاملة غادي نديموليهم هنحاول نحيد هادك البلاستيك اللي درته في الاول في نفس الوقت غادي ناخد واحد سكين وهنحاول دوزهم الجوانب باش يسهل عليها انني نديموليه وفي حال يخطلكم بالنسبة للقالب ممكن تستعملوا اي قالب متوفر عندكم غير يكون سهل انكم تديموليوا هاد نوغا ديالكم ومت يعني متتهرش معاكم وكانت هالي هي النوغان ديالي اللي بغيت نشاركها معاكم كتجي اكتر من رائعة بالمرينغ الايطالي بالعسل زين كي بقى لحسب اللي متوفر عندكم انا زينتها بالعسل لو شوية ديال بيستاج وكنت من احبائي اجبكم هاد الفيديو شكرا لكم على المتابعة والتتبع الى فيديو قادم ان شاء الله خليت لكم الراحة احبائي